الطاقة العامة لك عزيزي الأسد أنت في وضع حزن على شخص ما على هذا الحبيب أو على أشياء قد مرت معك في الماضي أنت لا تنسى الماضي أنت تفكر به بشكل كبير يوجد أشياء وأشخاص جيدين جدا في حياتك في هذه الفترة ولكنك أنت لا ترى إلا الأشياء السلبية أنت مكتئب وتنظر بشكل سلبي إلى الأشياء في هذه الثلاثة أشهر أنت هذه هي طاقتك العامة يجب عليك أن تنظر إلى الأمام لأن هناك أشياء جميلة جدا من ديذارك ولكن يجب أن ترفع رأسك وتنظر وتخرج من هذه الطاقة السلبية وتبتعد عن الأشخاص السلبيين ظهر لنا هنا ابتعد عن الأشخاص السلبيين ربما الأشخاص السلبيين في حياتك ووجودهم بحياتك يؤثر عليك ويجعلك في هذه الطاقة الصعبة ربما أنت حزين على شخص قد تركك وذهب أو حصل فراق ربما أنت تركته وأنت حزين ونادم على فراقه وتفكر به حتى الآن أنت ترى هذا الشخص بأنه كان بالنسبة لك هي السعادة هو السعادة الكاملة أنت ربما كنت معه في أسرة في علاقة الزواج وقد حصل بينكم انفصال وأنت الآن بعيد عن أبنائك وزوجتك بسبب أشخاص السلبيين قد أثروا على حياتك وخربوا حياتك انتبه من هذه الطاقة الحبيب متباعد عنك ولا يريد أن يكلمك هو أيضا حزين جدا وغاضب جدا ولا يريد ولكنه متواصل معك بالروح هو يفكر بك بشكل كبير ولكنه يفكر بشكل عقلاني هو يريد أن يأخذ حقه منك بشكل منصف عادل هو يحن إليك ويحن لرجوع إليك ولكن يريد أن تعدل معه وأن تعطيه حقه بالعدل وبالمنطق وبالعقل طاقتك لهذه القراءة أنت في وضع احتمال بأنك تكون منهمك جدا في أعمالك أو بأن عندك طاقة شغفة عالية لهذا الشخص ربما كما قلت أصدقائي هذه القراءة لا تنطبق فقط على المتزوجين أو المرتبطين في علاقة ربما تكون في علاقة حب أو ما شابه فخذوا ما يناسبكم من هذه القراءة ليست هذه القراءة فقط للمتزوجين أو المرتبطين بحب ربما تكون هذه العلاقة لكراش فأنتم خذوا بالطريقة حاولوا أن تفكروا بهذه القروت كما أقولها لكم أنا أقول لكم هذه القروت وأنتم بخلال تفكيركم وخلال الربط بين هذه القروت تستطيعون أن تأخذوا هذه القراءة بالطريقة التي تناسبكم وتتناسب مع وضعكم فأنت احتمال تكون بوضع غضب من هذا الشخص غضب شديد وغيظ وغيرة ربما أنت تغار بشكل كبير عليه وأنت معجب به بطريقة عالية وعندك شغف عالي باتجاهه وأنت في طاقة جنسية جسدية عالية طاقة جسدية عالية مع هذا الشخص ربما كان بينكم تواصل جسدي هذا الشخص مكتئب بطريقة كبيرة هو خائف منك هذه هي طاقته لهذه القراءة هو خائف منك وعنده عدم ثقة بك في هذه الفترة هذه الثلاثة أجهر هو يخاف من اقتراب منك هو مبتعد عنك ولا يريد أن يقترب منك لأنه قد حصلت بينكما احتمال مشاكل كبيرة بسبب الغيرة وبسبب غضبك بسبب عصبيتك الزائدة ربما أنت قد أخطأت كثيرا في حقه وهو الآن مكتئب وعنده خوف شديد وانهيار ربما انهيار نفسي حصل بسبب ما حصل بينكما وأنت أيضا مكتئب أنت مكتئب ربما أنت إنسان شخص عصبي جدا وحصل بينكما شيء عصبي وغيور جدا وقد ظهر منك شيء ما أغضبه أزعجه جعله ربما ضربته أو أهنته بالكلام أو جرحته بشكل كبير أنت ربما استعملت معه العنف وهو الآن في وضع اكتئاب وخوف وعدم ثقة بك إلى مال نهاي هو أنت تشعر بأنه قد خرج من العلاقة وتركك هو يخاف منك هو في وضع عدم ثقة وعدم أمان معك هو لا يشعر بالأمان هو قد خرج من هذه العلاقة وأنت تشعر بهذا الشيء وأنت ما زلت متمسك به أنت ما زلت وراءه وما زلت لا تريد أن تتركه ربما يكون بينكما فروقات كبيرة أيضا فروقات بالسن فرق بالسن أو فرق بالحالة الاجتماعية بالحالة المادية ربما تكون خلافات بينكما خلافات مادية أو احتمال كبير أن يكون هذا الشخص بمستوى ماتي أعلى منك هذا الشخص يشعر بك بأنك أنت مشاعره باتجاهك بأنك أنت كنت تعطيه الثبات المادي احتمال بأنك أنت ماديا أفضل منه بكثير وهو كان معك وأنت تشعر بأنه قد خرج من السعادة التي كان معك بها ربما أنت سامحني بأن تكون متسلط وأنت كنت معه عنيف وكنت تتحكم به بشكل كبير بسبب بأنك كنت تعطيه مالا وهو يشعر بك بأنك أنت معك كان عنده استقرار ماتي معك كان مستقر ماديا هو يشعر بأنه قد خرج من هذه السعادة والرفاهية التي كان بها معك هو يراك بأنك احتمال كبير بأنك في علاقة ثلاثية هو يراك بأنك قد خنته ودخلت في علاقة ثلاثية دون أن يعلم هكذا يراك وبأنك يراك بأنك أنت تعيش حياتك في هذه الفترة ومستعد لعمل أي شيء وهذه ظهرت لنا في طاقة ربما أنت في طاقة جسدية عالية وأنت هناك خلفات كبيرة بينكم أنت تحب هذا الشخص بشكل كبير ولكنك قد جرحت هذا الشخص وخرج من هذه العلاقة وهو يحبك أيضا هو يحن إليك ويحن الرجوع إليك ولكن هناك جرح كبير وقلة ثقة قد حصلت بينكم نوايا هذا الشخص لا ينوي على شيء هو ينوي أن يبتعد عنك في هذه الفترة ويحمل همومه بنفسه هو لا يريد أن يكون معك في هذه العلاقة في هذه الفترة في الفترة القادمة هو لا يريد أن يبقى هو يريد أن يحمل همومه بنفسه ويبتعد عنك ويتوكل على الله ولا يريد أي مساعدة من أحد هو يحمل أحمال كثيرة كبيرة وهو متعب متعب بطريقة غير معقولة متعب نفسيا ومتعب جسديا هذا الشخص بسبب هذه العلاقة هذه العلاقة بينكم قد أنهكته وهذه احتمال كبير أن تكون هذه الرسالة موجهة لهذا الشخص حرر نفسك اخرج من هذه العلاقة فهذه العلاقة هي متعبة لك إذا كنتم أصدقاء إذا كنتم في علاقة متعبة بهذه الطريقة فلماذا الاستمرار؟ منذ البداية علاقة متعبة اخرجوا منها حرروا أنفسكم خطوته القادمة أنا أشرح هذه الكروت وكأني موجودة في هذا الوضع أنا أشعر بالحزن على هذه العلاقة هناك شعور داخلي بأن هذه العلاقة جدا متعبة كانت جدا قاسية أنا لا أقرأ فقط كروت لكن أشعر بمشاعر في داخلي كبيرة أشعر بالطاقة الكبيرة من المأساة التي كانت بين هذين الشخصين هذا الشخص لا يريد هذا الشخص رافض في الخطوة القادمة هو رافض كافة المشاعر رافض المصالحة يرفض هو قد خرج من هذه العلاقة هو يشعر بالملل في هذه الفترة هو يشعر بالملل مصير هذه العلاقة الانفصال إذا كنتما في زواج وقد حصلت بينكم مشاكل كبيرة بهذا الشكل وهناك محاكم ستحصلان على الطلاق لمن يريد أن يحصل على الطلاق فهذا الكرت يقول لكم ستحصلان على الطلاق وهذا الكرت يقول بأن هناك مشاكل مادية قد أثرت على هذه العلاقة هناك مشاكل مادية بالأموال بالأموال ربما أنت كنت مع هذا الشخص تساعده ماديا وقد حرمته من هذه المادة في هذه الفترة هناك مشاكل إذن مادية لا أعلم ما هي لكن أعلم بأن هناك مشاكل مادية وهذه العلاقة في الثلاثة أشهر سيكون بها انفصال ولكن أنا أرى بأن هذا الانفصال سيكون لمصلحة الطرفين لأن هذه العلاقة كانت متلبة للطرفين تقول لك هذه النصيحة اخرج من إذا كنت تريد أن تحسن هذا الوضع بين هذا الشخص تريد من كل قلبك وتحبه لأنه يظهر لي في الطاقة العامة بأنك أنت حزين على فراقه جدا وهو يحن إليك والرجوع إليك لكن إذا كنت تريد أن تكون مع هذا الشخص يجب عليك أن تخرج من العلاقة الثلاثية التي بينكما نهائيا وتحرر نفسك نأخذ هذا الكرت باتجاهين الاتجاه الأول بأن هذا الشخص الحبيب يجب أن يتحرر من هذه العلاقة لأنها كانت متلبة أو إذا استعملنا هذا الكرت لهذه النصيحة نقول لك اخرج من هذه العلاقة الثلاثية إذا كنت تريد أن تكون مع هذا الشخص اخرج من هذه العلاقة الثلاثية وحاول أن تصلح أوضعك المادية ولا تجعل المادة هي سبب تعاستك وحزنك وإذا كنت لا تريد أن تعود لهذه العلاقة من جديد بالأول أعرض لهذا الشخص بأنك ستخرج من هذه العلاقة إذا وافق هذا الشخص بإمكانك الرجوع وتحرير نفسك من هذه العلاقة الثلاثية أما إذا كان هذا الشخص أو أنت لا تريد الرجوع فمن أفضل لك بأن تخرج من كسرة القلب ومن حزن الكبير الذي أنت تشعر به ومن هذا الغضب الشديد أو الغيرة على هذا الشخص تخرج من هذه الطاقات السلبية وتبتعد عن الأشخاص السلبين في حياتك وتخرج من هذا الطاقة وتقدم إلى الأمام طريقة أخرى فالنجاح بانتدارك إذا لم يكن مع هذا الشخص فستكون مع شخص آخر لكن من الأهم أن تخرج من هذه الطاقة السلبية شكرا لكم أعزائي برج الأسد على هذه المشاهدة وأرجو أن أراكم في فيديو قادم إن شاء الله والآن سأأخذ بعض البطاقات للعزاب لأنني وعدت العزاب أن أخصص لهم شيء ولكن لا أستطيع أن أخصص لهم أتذر منكم لا أستطيع أن أخصص فيديو خاص لأن المشاهدات جدا قليلة فستكون هذه القراءة مع كل برج سأحاول أن تكون في نهاية كل برج شيء خاص للعزاب العزاب الذين ينتظرون شخص في مجال عملهم كيف يراكم هذا الشخص هذا الشخص إذا كنتم في وضع مراقبة أو حب لشخص في مجال العمل تقول لك هذه البطاقة بأن هذا الشخص يريد أن يبقى في هذه الفترة لوحده هل سيكون هناك أمل في هذه العلاقة في الفترة الثلاثة أشهر القادمة للأسف في هذه الثلاثة أشهر القادمة لا يوجد تطور من أي من هذا الشخص في أي شيء هو عنده مشاكل في العمل أو مشاكل عائلية في وسطه الأشخاص الذين ينتظرون شخص من العائلة من الأقار كيف ما هي مشاعره نحوكم هو متباعد لماذا متباعد هو كان في شراكة وخسر هذه الشراكة ربما كان مع في شراكة عمل أو شراكة شخص كان بنسبة له توأم لروحه هو الآن متباعد أو حزين بسبب هذا الشخص ولا يريد الارتباط بأي شخص آخر في هذه الفترة الأشخاص الذين ينتظرون شخص في محيطهم الاجتماعي من الجيران في مكان السكان هذا الشخص بخيل ومتمسك بأمواله هو يراقب فقط يراقبكم فقط هو معجب بكم ويراقبكم من بعيد ولكنه هو عنده حماس كبير لكم ولكنه عنده شغف انتبهوا لهذه العلاقة إذا كان هناك في مجال محيط محيطكم الاجتماعي هناك شخص يراقبكم ولكن نواياه غير سليمة هو يريد منكم شغف علاقات جسدية فقط فقط الأشخاص الذين ينتظرون شخص من الخارج من مكان بعيد في سفر ما هي مشاعره نحوكم هو إنسان جدا عقلاني يفكر بعقله ربما كان هناك مشاكل مادية يريد أن يحصل على توازن أو أي شيء آخر هو مهتم بنجاحه العملي ولا يظهر لكم بأي مشاعر هل هناك في هذه الفترة ثلاث أشهر تواصل بينكم هناك تفكير وتعب فقط تفكير وتواصل روحي فقط هل هناك أمل من هذه العلاقة نعم هناك أمل لكن ليس بالوقت الحالي أشكركم أصدقائي على هذه المشاهدة وأرجو أن أراكم في فيديو قادم إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر